تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المستمعين وسعاد الله ووقاتكم بكل خير وإهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي تأتيكم ضمن هذه الأجواء الرائعة التي نشهدها في الخارج يعني بداية جو غائم إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين رزقنا بالغيث وتمطر علينا بإذن الله طبعا هنا أبغي أتوجه للسائقين بأخذ الحيطة والحذر أخطر فترة ممكن السائق يصادفها أثناء القيادة هي هذه الفترة لما تبتدي شوية مطر الشارع يكون يعني خطر إذا ما صادفك يعني أي طارق واضطريت أن كنت تستخدم فرامل السيارة هنا دائما خبراء القيادة والسلامة وأمن الطرق يقولون أن هذه الفترة هي أخطر فترة للقيادة فيرجى أخذ الحيطة والحذر قدر الإمكان الشارع ناشف يتشوية مطر خفيفة على الشارع السيارة تزلق إطارات السيارة تزلق على هذا الشارع فأرجوكم يعني أخذوا الحيطة والحذر في عملية القيادة ما نبغي أي حد فيكم يتعرض لا قدر الله لا سمح الله لأي حادث وممكن أن السلام تتهدد وممكن أن لا قدر الله يتوجه عبر سيارات الإسعاف للمستشفى هذا الشيء ما نتمنى لكم فالواحد دائما يحط إجراءات الأمن والسلام أثناء القيادة بعين الاعتبار ما أقول لكم ربطوا حزام الأمان لأن حزام الأمان الحين خلاص تعدين هذه المرحلة صار جباري الزامي في علي مخالفات وإذا ما تربط الحزام أنتبه التخالف ولكن قدر الإمكان أنتبه أثناء القيادة عموما أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 الرحب بفريق عمل البرنامج معنا في الإعداد يوسف سعد في التنسيق أحمد سلامة وفي الإخراج أيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي نبدأ معكم حلقتنا من صحة وسعادة بالفقرة التغذوية معانا عبر الهاتف خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأخة مريم علي صبح جل الله بالخير يا مريم اليوم بتحدثين عن البطاقة الغذائية شو هي البطاقة الغذائية تفضلي صباح النور والرحمة والله يديمها علينا اليوم رح نتكلم إن شاء الله عن موضوع البطاقة الغذائية تعريف مبسط أن البطاقة الغذائية هي عبارة عن تقديم معلومات عامة وشاملة حول الأبوة أو المنتج وما تحتويه وهي تعتبر خطوة هامة للبحث والاختيار عن الغذاء الصحي والسليم والآمن وكما أنها تعتبر أداء رشادية للتعرف على الكثير من المعلومات والتعلم وأخذ معلومات أكثر قبل عملية الشراء جميل يعني هي في حال أنك في منتج معين تكون هذه البطاقة التي تعرفت على السعرات الحرارية نعم هي وتتمثل طبعا تتمثل البطاقة الغذائية ومحتوياتها عن اسم المنتج قائمة المقونات الغذائية الحقائق والبيانات الغذائية الوزن الصافي لمحتوى العلبة الأسم وبلد المنشأ تاريخ الانتهاء والإنتاج وتعليمات عن التخزين وهذه الأمور جميل أبغي عرفة الحين إذا أنا دخلت مثلا خط لي أي منتج شو أهم الشغلات اللي لازم أن تبهلها قبل لا أشتري هذا المنتج وأنني أنا أقرأ هذا الملصق لأنه في من فترة والله زيني ومن أنت اخترتي هذا الموضوع اختي مريم لأنه موضوع وايد مهم أحد المستمعين كلمنا في فترة سابقة عن هذه البسارة قال يا جماعة الخير ليش ما تتكلمون عن هذا الموضوع أنا أبغي يعرف كيف ممكن أخذ المنتج السليم واللي أقدر أني أنا أخذه بشكل صحيح وما يأثر على صحتي بالضبط يعني هو الموضوع يعني يبالها دورات وثقافة شرائية لازم الواحد يتعلمها لأنها فيها أرقام وفيها أمور يعني حسابية الواحد ممكن يتعلمها بس فيه أمور بسيطة ممكن نحن ننبه فيها المستهلكين قبل عملية الشراء مثلا بالنسبة لك يوم بتدخل بتشتري شو بيجذبك أكثر شيء نعم أنا إذا أنا بدخل بشتري شو بيجذبني أكثر شيء من المنتج يعني أنت في انتائر بتأخذ لك شيء معين أول شيء بشوف تاريخ الانتهاء أول شغلة هذا الوارد عند الكل نعم في الغالب الوارد أن البطاقة الغدائية عبارة عن الصلاحية نعم بس فيه عندنا أمور ثانية مهمة أن الواحد كمية الغداء الموجودة داخل بضبط البيانات الغدائية السعرات الحرارية بضبط السعرات الحرارية المكونات الغدائية الحقائق الغدائية اللي فيها من كمية الدهون الفايتامينز مثلا فيه ناس الحين عندهم مشاكل طحية نعم وفيه هناك بعض الادعاءات التغذوية اللي موجودة على العلبة هي اللي تجذب الناس للأسف يعني مثلا مثلا إذا بنصير جهة الزيوت نفرض بتحصل بالبندة الأريض كتابة كبيرة مكتوب عليها خالي مثلا إذا صرنا عن الزيوت مثلا دوارشا مكتوب عليه خالي من الكوليسترول من الأساس إذا بنيه نحن لأي مستند علمي لهذا الشيء دوار الشمس في الغالب نهائيا أصلا وعلميا ما يحتوي على الكوليسترول بس هي طريقة لجذب الزبائن طريقة لجذب الزبائن عندنا بعد اللي شائعة حين اللي هو صصر صوديوم أو خالي من الصوديوم وايد مركزين عليها في منتج الماء الماء صحيح مع أنه عندنا منتجات ثانية تكون يعني غنية بالصوديوم الماء لا يعتبر من منتجات الأغذية اللي هي غنية بالصوديوم لذلك نحن ما يعنينا الكثير في موضوع الصوديوم عشان ننتبه له ممكن نحن ننتبه في المعلبات المخللات المواد الغذائية المصنعة هاي ممكن ننتبه فيها الموضوع الصوديوم أكثر من الماء طيب الحين لما تيش شركة تحط هذا الإعلان هذا يعني هو مش خطأ من الشركة لأنه هي أعلنت أنه ما عنده صوديوم ولكن المسألة ثقافة المستهلك لازم يعرف أنه هذه مسألة عادية جدا سواء أعلن عنها ولا ما أعلن لا تأخذ الماء اللي يقول لك شيء اسمه خالي من الصوديوم على أساس أنه أفضل من الماء الآخر هذا اللي تقصدينها دكتورة نعم بالضبط لأنه ما يعتبر هو المنتج الأساسي في تركيبة الماء يعني أصلا قليلة الصوديوم عموما بشكل نحن ناقض الماء أساسي توازن الجسم جميل طيب في أيضا بعض الأمور الخاصة على البطاقة التغذوية اللي هي موضوع التخزين كيف لازم نخزن الأكل أيضا العنوان المنتج نفسه والمسوق نفسه كيف أنه تنحط بشكل واضح العبوة التغذية؟ أرجع لموضوع التخزين وايد مهم أني أنا لما اشتري المنتج الغذائي أعرف كيف أخزنه هل يحطه في مكان معتدل مكان بارد؟ هاي الأمور لازم تذكر على العبوة مكتوبة درجة حرارة المكان اللي المفروض أن المنتج يخزن فيها في مكان مظلم أو فيه إضاءة هاي الأمور كلها تكون مذكورة طيب أنا بسألت عن شغلة الحين ما أدري إذا تقدرين تفيديني فيها لأنه انتشر بعض مقاطع الفيديو تتحدث عن مثلا العصاير يقولت هذا نكتار هذا شراب هذا عصير هل هذه فيها بالفعل فروقات معينة بالنسبة لكمية العصير أو كذا وشو لازم نعرف نحن عن هذا الموضوع إذا أنا بأخذ هذه المنتجات هي تعتمد على نسب تركيز الفاكهة الطبيعي يعني العصير إذا أنت تحب تشتري عصير وتحب تشرب عصير لازم تدور على العصائر اللي مكتوب عليها بتركيز العصير الطبيعي اللي توصل من 60 فما فوق جميل والأفضل 100% إذا كانت تحت تحت الـ 60-30 اللي هي المنكهات تكون فيها أكثر كنكتار مثلا تكون أو كشراب كشراب طبعا هذا خالي نهائيا من أي تركيز الفاكهة الطبيعي مريم أنا في أقل من دي هي أبغي بس أخذ آخر شغلة مهمة تبغي تذكرين على أساس بطلع فاصل فضل سعرات الحرارية والوزن المنتج نعم يعني ساعات بنحصل مثلا على البطاقة الغدائية السعر مثلا مكتوب لك عليه 200 سعر حراري نعم فيه كم وزن المادة لازم ننتبه وزن المنتج هذا كم والوزن اللي مذكور فيها فيها على قائمة البيانات الحقائق لأن الوزن يختلف دائما الستاندر الوزن أو المعلومات اتي على أمية لكل لتر أو أمية لكل كيلو جرام فممكن الوزن يكون أعلى عن شيء وزن المنتج نفسه جميل أنا يعني إن شاء الله بنسق معاكم في إدارة التغذية على أساس نسوي موضوع طويل هي أدري بنسوي بعض إن شاء الله الفيديوهات التوضيحية حول هذا الموضوع لأنه مسألة مهمة جدا أن الواحد يكون عنده ثقافة البطاقة الغذائية قراءة البطاقة الغذائية فشكرا لتش مريم خطنا مريم علي من هيئة الصحة بدبي بإدارة التغذية السريرية خصائية التغذية شكرا لتش ويعطيك ألف عافية مشكورة الله يسلمك أخوي طيب ما نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن اعتماد مركز دبي للتبرع بالدم دوليا أو إعادة اعتماد المركز لأن المركز معتمد وستمت جديدة فاصلوا راجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام معبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معانا مستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة يعني جددت جمعية بنوك الدم العالمية الاعتماد الدولي لمركز دبي للتبرع بالدم في خطوة مهمة تعكس قدرات المركز وأيضا تفوقه في تطبيق أعلى المواصفات والمعايير العالمية المعمول بها إلى جانب ما يزخر به المركز من كفاءات بشرية ويستحوذ على تجهيزات ووسائل ذكية كل هذا تعزز معايير أمن ومأمونية عمل التبرع بالدم وسلامة المتبرعين نحن نبارك لمركز زبي للتبرع بالدم تجديد هذا الاعتماد ومعانا عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف مدير مركز زبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة في دبي أو شي صبحت الله بالخير دكتورة خلينا نذكر المستمعين نعطيهم نبذة عن المركز والاهتمام البالغ من هيئة الصحة في دبي في تطويره بشكل مستمر فخبرنا شوه المركز وين موجود وشو الأمور اللي قاعدين تشتغلون عليها حاليا صباح الخير محمود وشكرا على هذا اللقاء ان شاء الله كل صباح يكون أحلى من الآخر طبعا الحمد لله البارحة تم إعادة اعتماد مركز دبي للتبرع بالدم من قبل جمعية بنوك الدم العالمية اللي اسمها الامريكان اسوسياشن اف بلاد بانك وهي المعروفة بالصرامة معاييرها على متوى العالم وهي متخصصة فقط في اعتماد بنوك الدم فلذلك يكون في تدقيق شديد على كل الإجراءات والعمل اليومية الخاصة بسلامة المتبرع لضمان سلامته وسلامة توفير الدم ومكوناته بكميات المطلوبة وبالوقت المناسب وبأعلى معايير الجودة لضمان سلامة المريض طبعا بهذه المناسبة أحب أن أتوجه معالي الأستاذ حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي على دعم لا محدود ومتابعته لكل احتياجات المركز بالإضافة طبعا إلى قطاع الخدمات الطبية المساندة وإدارة المختبرات بنوك الدم محمود هي من المؤسسات اللي تحتاج إلى ميزانية باهظة لأن الفحوصات والإجراءات المتبعة إجراءات جدا دقيقة وفحوصاتنا غالية الثمن لكن كلها مردود هيكون سلامة المتبرع اللي هو دائما يكون متبرع متطوع يتبرع بدمه حتى يساعد المرضى المحتاجين وبالإضافة طبعا إلى أنه ضمان توفير وحتاج دموية للمرضى هذا طبعا واحدة من أهم من الخدمات المهمة اللي موجودة في هيئة الصحة في دبي وحسب المعايير العالمية وحسب التعريفات من قبل جمعية الغذاء والدواء الأمريكية فالدم هو عقار بعدما يطلع من المركز ويذهب إلى المريض لا يوجد فحوصات إضافية عملة عدى فحص المطابقة لذلك بنوك الدم تواجه تحدي في توفير كميات المطلوبة لأنها جاية من بشر فقط دائما نقول أنه لا يوجد مصدر آخر للدم غير البشر بالإضافة إلى أنه لازم نكون جدا دقيقين ومسؤولية كبيرة أنه نطلع الدم ومكوناته بأعلى معايير الجودة وبأعلى معايير للسلامة فحمد لله المركز يتبع أفضل المعايير لضمان السلامة وتوفير الدم بالإضافة إلى أنه المركز وكما تعرف محمود تكلمنا عدة مرات أنه بحمد الله يتميز ليس فقط على مستوى الدولة بس على مستوى الإقليم وأوروبا في وجود بعض الخدمات الذكية الفريدة من نوعها التي توفر الوقت والجهد والتي تكون سبب لسعادة المتعاملين اللي هم طبعا المتبرعين الكرام في توفير خدمات ذكية وسهلة لينسهل عليهم عملية التبرع بالدم طيب دكتورة أنتوا في الفترة الماضية يعني كنتوا دخوتوا ببعض التطبيقات الذكية اللي تسهل على المتبرع عملية تبرع بالدم هل هذه يعني دخلت ضمن معايير الحصول على الاعتماد الدولي بالنسبة لتبرع بالدم هل ساهمت في عملية التجديد هل كان لها يعني أي صدى عند المقيمين اللي يعطوكم هذا الاعتماد وخاصة نحن نتكلم عن اعتمادات صارمة وهذه الحلول الذكية يعني تساعد في دقة استقاء المعلومات وهي يعني أنا وجهة نظري أنه بتساهم بشكل كبير أنه تعطيت تقييم جيد بالنسبة للمقيمين ما أدري إذا له علاقة ولا لا طبعا محمود هي وجود الخدمات الذكية والتطور في التقنيات الموجودة في مركز دبي يأتي طبعا تحقيق لرؤية هيئة الصحة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة وضمن استراتيجيتنا في جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية حقيقة البرحة المدققين اللي جايين من الولايات المتحدة الأمريكية أبدوا يعني انبهارهم بمستوى أداء العاملين وهذا اللي رفعوا إلى سعادة الدكتورة فريزة الخاجة مدير التنفيذي لقطاعنا تعجبوا على كيف أن الموظفين إمكانياتهم العلمية والتقنية التدريب اللي يحصلون عليه كيف أنهم كانوا جدا متعاونين وفرحانين يوفرون الأدلة والملفات والمعلومات للمدققين لكن بالنسبة إلى أن طبعا كون وجود خدمات ذكية طبعا هذا أبهرهم لأن حقيقة مثل ما نحن دائما نقول أن وجود تطبيق دمي اللي حاليا موجود داخل تطبيق هيئة الصحة في دبي الذكية فريز من نوعه في بعض الخصائف مثلا إحنا حاليا إذا الشخص يستخدم حتى في داخل المركز في عدنا خدمات ذكية خلص شن الأوراق ما في استمارات يوقع لها المتبرع ما في توقيع للمتبرع على الأوراق صارت كلها ألواح ذكية والتوقيع يكون ديجيطال أليكتروني ويحفظ ومربوط بالهوية الوطنية لأنه انقلل من المصاريف والدقة مثل ما تفضلت حضرتك طبعا صار تدقيق جدا شديد على الدقة وخصوصية المتبرع وكيف يعني كل هذا كان ضمن النقاط اللي تم تدقيقها فحمد لله يعني وجود الخدمات الذكية طبعا اتطور العمل وتساعد في كسب رضا المتعاملين بالإضافة إلى أنه طبعا تحمل الدقة والمأمونية للمعلومات جميل دكتورة يعني أنت عضو في مجلس إدارة جمعية بنوك الدم العالمية عضو مجلس إدارة وأيضا ما شاء الله عليك المديرة الإقليمية للشرق الأوسط في هذا المجلس ولتش الكثير من الإنجازات على المستوى الفردي وأيضا إنجازات ترتبط بشكل كبير ببنك مركز دبي للتبرع بالدن نحن إن شاء الله منخصص لك حلقة قادمة نتستعرض فيها كل الإمكانيات والتجهيزات وأيضا ما نرد على أسئلة اللي يحبون يتبرعون بالدم نحن نركز على هذه المسألة لأنها مسألة إنسانية شاكري لتش دكتورة وألف مبروك على تجديد الاعتماد دكتورة ميرا أوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم فيها تصاحب دبي شكرا جزيلا لتش كل الشكر والتقدير لكم شكرا شكرا لتش إذن مستمعينا ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن شراكة جميلة تعكس جوانب أخرى لهيئة الصحة بدبي منها الجوانب الإنسانية والخيرية بيكون معنا الأستاذ واخون الغالي سالم باللاحج مدير صندوق الصحة فيهيئة الصحة بدبي ما نتحدث عن هذه الشراكة اللي تم توقيعها يعني كانت فيه اتفاقية البارحة تم توقيعها شو تفاصيل هذه الاتفاقية ما نتعرف عليها بعد الفاصل تبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعنا كرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعاد أرقام التواصل معنا مستمعين ستة صفر 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 خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة آآ وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاف دي اي مستمعين على ترخيص عقار جديد فريد من نوعه ضد الانفلوينزا هذا العقار يشير الخبراء في الهيئة إلى أنه هذا الدواء الجديد اللي يحمل اسم إكس أوفلوزا جاء أكثر تأثيرا بشكل ملحوظ من أدوية معالجة الإنفلونزا الموجودة حاليا ويمكن المريض أن يلاحظ مفعول تناوله بعد أول قرص بالرغم أن الدواء لا يعتبر مضادا جرثوميا فعالا إلا أنه يكافح أعراض الإنفلونزا بشكل ممتاز ويقلل من زمن العلاج بالأدوية المضادة للفيروسات بمقدار 33 إلى 35 ساعة ويحد أيضا من تكاثر الفيروسات في الجسم ويدعم عمل جهاز المناعة طبعا ينتظر أن تنتهي إدارة الغداء والدواء من تدابير ترخيص هذا الدواء قريبا ليبدأ إنتاجه أواخر العام الجاري ويطرح في الأسواق في ديسمبر المقبل أو أوائل 2019 هذا الدواء نترى ذكر أنا كنت في أفريقيا في رواندا ومنزورة هناك محمية الغورلات وبدت تظهر علي أعراض الإنفلونزا فإذا شافوا الأعراض هناك المسؤولين عن المحمية ما بيدخلونك لأنه يخافون على الغورلة ما بخايفين عليك أنت أنزين المهم هناك لقايتور عطاني حبة وردية والله بيني وبينكم كنت خايفة أخذها ولا لا أنزين قال لي لا هذه ممتازة الله وكيكم خذت هاي الحبة ولا ولا كان فيني شي غريب يعني قلت له هذا الدواء أبغي منه عطوني يا بأخذ عقو فكرت فيها قلت لا سبحان الله يطلع فيه تركيب تأشية تكون مضرة مضرة ولا شيء واحد ما يبغي يأخذ عموما هذه كانت دراستنا لليوم نسيت أقراركم إياها في بداية البرنامج ولكن موضوعنا الرئيسي في هذه الفقرة أن هيئة الصحة بدبي عززت شراكتها الاستراتيجية مع جمعية دار البر في دبي من خلال مذكر التفاهم وقعها أو وقعوها الطرفين اللي هما هيئة الصحة ودار البر عن الهيئة وقع معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي وعن الجمعية سعادة عبدالله عريب الزايد المدير التنفيذي به جمعية دار البر طبعا المذكرة تقضي بفتح مجالات التعاون بين الهيئة ممثلة فيه صندوق الصحة التابع لها والجمعية لدعم المرضى المعسرين نحن معنا في الستوديو الأخ العزيز سالم باللاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي ما أدري إذا ممكن تشوف لي أحمد أحمد سلامة الأخ خالد إن شاء الله يكون معنا خالد عزيز مسؤول الاتصال والإعلام فيه جمعية دار البر بعد كذلك ما نتكلم معاه حول هذا الموضوع لكن في البداية السيد سالم عطنا لمحة عن صندوق الصحة وأهداف هذا الصندوق ويعني بشكل سريع أو بعدها ما نتطرق للاتفاق يتفضل السلام عليكم ورحمة الله طبعا مكتب صندوق الصحة حسب الهيكل الوظيف الجديد لهيئة الصحة صار من ضمن المكاتب أو الإدارات الجديدة التي استحدثت في الهيكل الصندوق يهدف طبعا لدعم الحالات الإنسانية في الهيئة إلى جانب مشاريع أخرى وهي دعم الحالات أو دعم الابتكار ودعم الشكل ما نقول نحن حتى البنية التحتية لهيئة الصحة من خلال فتح مجالات للمجتمع للمساهمة في دعم يعني ورفع خدمة يعني مستوى خدمات الهيئة بشكل عام فالمجال كان طبعا هناك بتكون فيه ثوقيع شراكات مع المؤسسات الحكومية مع الرجال الأعمال مع المؤسسات الخيرية ومن ضمن هذه المؤسسات طبعا صار البارح تتشين أول مذكرة تقريبا أو ثاني مذكرة خلال الفترة الماضية مع مؤسسة أو جمعية دار البر طبعا جمعية دار البر تعتبر من الجمعيات من أقدم الجمعيات في الإمارات تقريبا وطبعا فيه تعاون مشترك في خلال السنوات الماضية بين الهيئة وبين دار البر فحبين نحن بوجود صندوق الصحة أن تكون هناك مجالات أخرى يكون فيها إن شاء الله التعاون يعني طيب أهمية عقد وتوثيق الشراكات بين الهيئة ومؤسسات المجتمع وهيئات مسألة ضرورية فيما يخص العمل الإنساني نطرق لهذه الشراكة مع جمعية دار البر على وجه التحديد شو الجوانب اللي فتحتوها من خلال هذا التعاون طبعا هو التعاون بيكون إن شاء الله في مجالات كثيرة منها مجالات اللي هي البرامج الدوائية أو دعم الحالات الإنسانية المعسرة صار تنسيق بيننا وبينهم في الحالات الإنسانية اللي هم يتم دعمهم مباشرة أو الحالات اللي تعرض من خلالنا لجمعية دار البر وهذه من البرامج الأساسية لدعم المرضى المعسرين إلى جانب هناك برامج مجتمعية تنفذ مشتركتها يعني بيننا وبين دار البر مثل البرامج الموسمية اللي هي في رمضان وفي المواسم اللي هي تختص في المجالات هذه إلى جانب إن شاء الله البرامج المجتمعية والإنسانية داخل الدولة وخارج الدولة وهذه من ضمنها يعني إن شاء الله إن شاء الله تعالى طيب كان مفروض أن يكون معنا أخ خالد عزيز كنا من كلمة أكثر عن هذه الشراكة كما بين جمعية دار البرك نتمنى أن يكونوا موجودين معنا لأنهما نحن نشوفهم شريك استراتيجي في هذا المجال أنا برجع أتكلم عن البرامج الإنسانية اللي أنتوا حاطينها ضمن صندوق الصحة أعطنا أهم البرامج اللي أنتوا طارحين خلال هذه الفترة الساسعة طبعاً هو في صندوق الصحة له استراتيجية طبعاً معتمدة ويا السياسات الاستراتيجية في الهيئة ونحن وضعنا خطة كاملة خلال عام 2018 لكل المشاريع اللي حاطينها فمن ضمنها إن شاء الله برامج الأدوية وهذه تحتاج شراكة بيننا وبين الجمعيات والمؤسسات الخيرية وبين شركات الأدوية والبرامج هذا بيكون له مردود يعني أو يعني لحنا لخلال السنوات الماضية أطلقنا فيه برامج دوائية كثيرة السنة عززنا بشكل ما تقول بآلية معينة بشروط معينة حطينا لها يعني يكون فيه اتفاقيات مباشرة في البرامج هذه هي الشركاء الأساسيين اللي في هيئة الصحة من ضمنها طبعا المشاريع الإنسانية اللي هي مثلا أننا نحن شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد داخل الدولة وممكن يكون مشروع نبضات اللي تم تنفيذه خلال يعني السنوات الماضية وهو من ضمن يعني نقول نحن ثمرة الشراكات هذه آآ برامج يعني تنفت داخل الدولة وخارج الدولة عندنا صندوق علاج مع بيت الخير من ضمن البرامج اللي هي آآ ثابت خلال السنوات الماضية آآ الصندوق بادي يعني نعيد بعض الاتفاقيات أو يعني نقول نحن نجدد الاتفاقيات القديمة لكي تواكب يعني الاهداف الجديدة اللي وضعت لصندوق الصحة طيب تعطيني يعني إذا فيه إمكانية أنا أسأل البرامج الموجهة للمرضى في دولة الإمارات أنا ما أتكلم عن الأمور الخارجية ممكن أن نطلق لها بعدها بس خلالنا نتكلم عن البرامج الموجهة لدولة الإمارات من خلال صندوق الصحة ومن خلال هذه الشراكة شو هي؟ مثلا مع دار البر مثلا فيه برامج إليه الحالات الإنسانية المعصرة طبعا البرامج الأدوية اللي هي أمراض اللي هي الأمراض المعصرة أو الممراض الخطيرة هم تقريبا شركاويانا في دعمهم يعني كجزئية من خلالنا وجزئية من خلالهم نحن على الأساس نضمن استدامة البرامج هذه فالشراكات هذه تكمل دورنا ودورهم وهم في الحالات الإنسانية اللي هي المعصرة إلى جانب طبعا شكل ما قدنا نحن يمكن أن أعلننا عن الأسبوع الماضي اللي هو طوي زايد صح دار البر بتكون هي المؤسسة أو الجهة المنفذة للبرامج هذا إن شاء الله ممكن خلال الأيام اللي هي تبدأ في أول يعني مجموعة من الأبار إن شاء الله يعني تقريبا على التبرع اللي وصلنا فيبيكون أول المشاريع تبدأ يمكن خلال الشهر اللي هي وإن شاء الله بتكون بعد من وافيكم بالنتائجها أول بول إن شاء الله طيب يعني هو دائما في دعم يعني كبير من الهيئة لرعاية وتقديم الدعم للمرضى المعوزين وأيضا التخفيف عن كاهلهم من خلال يعني إيجاد مثل هذه البرامج الخيرية كيف ممكن أن يتواصلون مع صندوق الصحة ولا عن طريق دار البر ولا شو الآليات اللي ممكن للواحد إذا يحس نفسه أنه محتاج أي مساعدة من قبل الصندوق أو من قبل الدخول لواحدة من هذه البرامج خاصة أنه يعني متناولين أمراض معينة أمراض بالفعل هي لا قدر الله أي أسرة يعني تعرضت لمثل هذا المرض ممكن حتى التأمين أحيانا لو عندك تأمين بعد ممكن المبلغ يتجاوز التأمين كذلك في العلاج فنبغي نعرف كيف يتواصلون معاكم وشو هي الأمراض الرئيسية التي تتابعونا في هذا المجال طبعا نحن درسنا مع الأخوان والمختصين في المجالات الطبية يعني البرامج لأكثر حاجة لدعمها أو إيجاد حلول لها طبعا الأمراض التي هي الخطيرة والمزمنة مثل السلطانات مثل التصلب مثل الروماتزم من الأشياء هاي اللي هي تحتاج علاجات غالية وتعتبر مزمنة بالنسبة للمرضى فيمكن المريض يمكن يغطي جرعة أو جرعتين وبعدين ما يقدر يكمل يعني فصار أن نحن نفذنا أو شيء يعني عملنا برامج مع الجهات هذه أو ذوي الأختصاص في هذا المجال يعني فنحن عملنا برنامج أنقذ قلبا مثلا للمرضى اللي هي الذبحة الصدرية اللي هي مثلا للمريض يكفي مفاجأة وطي ذبحة صدرية فشكرنا فريق يعني مع أطباء القلب في مستشفى دبي ومستشفى راشد ويكونون هما يعني حلقة التواصل بيننا وبينهم وبين الخدمة الاجتماعية في المستشفيات في أي حالة مثل هذه الحالات يعني الحلقة التواصل الأساسية تكون شعبة الخدمة الاجتماعية في مستشفيات الهيئة كان في راشدة أو دبي أو لطيفة أو حتى فالمريض أول ما يعني يحس أنه بيحتاج دعم أو مساعدة يتوجه للأخصائية الاجتماعية في المستشفى تقوم طبعا هي بتقييم حالته ودراسة حالته المادية والاجتماعية ومدى حاجته للعلاج يعني حسب التغرير الطبي المرفق من الدكتور على ضواء نحن نشوف للبرنامج المناسب ليخدمه يعني ونوجد للحلول بالنسبة كيف نقدر نغطيه لأكبر قدر ممكن من الدعم إن شاء الله جميل أحيانا سالسالم شو اللي يصير يعني قد يكون سرعة الإجراء أو سرعة التقييم وايد مهمة في هذا المجال أنا ما أدري أنا يعني اللي عرف أن أنتم ما شاء الله ما تأخذوا فترة طويلة في عملية التقييم وكذا فممكن تكون الحالة محتاجة إلى تدخل طبي سريع والريال ما عنده وما عنده المكان اللي ممكن يعني يتسلف ولا هذا وتعرف أنت الإجراءات في النهاية أنت مطلوب منك يعني ما تقدر تسوي عملية إذا ما كان في ديبوزيت أو كذا وغيره بعض الإجراءات الإدارية المهمة يعني أنتم هل لكم تدخل في هذا المجال ممكن أنكم أنتم تحاولون تسهلون هذه المسألة هل التقييم تقييم الحالة يأخذ وقت عندكم يعني هذه الأمور اللي ممكن نشوفها نحن مسرعة أو أنه ممكن تكون يعني قادرة على أنقاذ الحالة بشكل سريع وعمل نشوف في نظام الهيئة طبعا أو أي نظام مؤسسة صحية الحالة تقبل خاصة إذا حالة أنقاذ حياة تقبل أو عقب تقيم يعني إذا كان هو مسألة المادية وهذه تقيم من خلال طبعا الجهات المعنية في المستشفى بس كحالات إنسانية يعني كحالات يعني يكون فيها أنقاذ حياة تقبل في البداية عقب تحول أو تقيم ويكون فيه تواصل بيننا وبين الأخصائي الإجتماعي في الحالات هذه لأن المستشفى شكل ما تقول يعني إذا الحالة هذه ما تقدر تدفع أو ما تقدر تدفع يعني تدفع أهم شيء تنقذ حياته فتنقذ حياته في الحالات الإنسانية كلها يعني بالنسبة نحن أوجدناها البرامج التي هي الرئيسية مثل القلب مثل بعض البرامج الجديدة حين سرير الأي سيو أو غرفة العناية المركزة وضعنا بعض البرامج التي تقدر أن المريض تكفل لجزئية يعني الرئيسية التي هي العشر تأيام أو الخمس تأيام عشان يعني ما يشيل هم المرض شكل ما يقولون إلى جانب هم الفاتورة نحن نقول جميل جدا نحن نتمنى لكم التوفيق ما شاء الله يعني الحديث في هذا المجال أنا استمتع فيه لأننا في عمل خيري الواحد يروج له وأيضا أنتو هذا إن شاء الله في ميزان حسناتكم أنتو تفكون كرب الناس بشكل كبير وهذا وتعكسون الصورة الإنسانية والصورة الحقيقية لهيئة الصحة في دبي أحيانا يقولون لك والله التكاليف الطبية غالية ولا كذا ولكن هناك بعض البرامج التي تحاولون من خلاله لأننا نحن بلد الخير في النهاية وهذا توجيه دائما من قيادتنا الرشيدة بضرورة يعني التعامل مع هذه الحالات المعوزة بإنسانية وإنقاذ حياة الإنسان هذه شغلة ضرورية جدا قد تكون هناك بعض الأمور المادية التي قد تترتب ولكن حياة الإنسان لا تقدر بثمن من من كان هذا الإنسان مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة أرض الخير أرض زايد الخير يعطيكم ألف حافظة سالم بلاحج ومدير مكتب صندوق الصحة في هيئة الصحة في دبي وكل التوفيق وأيضا كل الشكر كذلك لجمعية دار البر على تعاونها وعلى هذه الشراكة التي إن شاء الله تكون شراكة متمرة شكرا لك أحمد سلامة كان معنا في التنسيق كل الشكر لي يوسف سعد كان معنا في الإعداد في الإخراج أيمن سرحيل هذه تحياتي محددكم أحمود يوسف العدو نلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي